السلام عليكم وعحمة الله إخواني الأفاضل أينما كنتم حياكم الله نحن اليوم الاثنين 15 أبريل 2019 والساعة الآن الثاني وثنين وثلاثين دقيقة بتوقيت الجزائر وهذا حديثي لكم في طار رأيي فيما يحدث ورأيي فيما يحدث وهو أساسا يتعلق بما يحدث في الجزائر الحبيبة وما حدث ويحدث هذه الأيام هو ثورة شعب ثورة شعب تريد أن تكمل الثورة الأولى ثورة المسلحة ضد الاستعمار الغازي التي حررت الأرض وللأسف لم تك يكتمل طريقة لتحرير الإنسان جاءت هذه الثورة الشعبية السلمية لتحرر الإنسان الجزائري من طغيان عصابة بتعبير علينا التذكر ذلك دائما بتعبير قائد الجيش نفسه عصابة حقيقية عبثت في البلاد خاصة في السبعة وعشرين سنة الأخيرة والعشرين سنة بشكل خاص منذ وصول جماعة بوتفليقة إلى السلطة على ظهر دبابة في مثل هذا اليوم اليوم 15 عبريل هو مثل هذا اليوم قبل عشرين سنة وصل بوتفليقة عبر الدبابة ليلة قبل ذلك في 14 عبريل 1999 كان مع ست مرشحين آخرين ست مرشحين معروفين لديهم جماهيرية معينة لديهم على درجات مختلفة ولكنهم انسحبوا بعد أن كانوا في الأيام السابقة لـ 15 عبريل كانوا حذروا وتحدثوا ونددوا بما تقوم به الإدارة لصالح مرشح الجنرالات وقالوا صراحة أنا ذاك يعني كان فيها أيت حمد كان فيه الخطيب كان فيها حمروش كان فيه جبلة كان فيه سيفي وانستاذ الآخر باحط طالب إبراهيمي كلهم كانوا يحذرون أنا ذاك كان زروال هو الرئيس رئيس الجمهورية ولكن طبعا زروال كان استقال في 11 سبتمبر 1998 ولم يكن موجود إلا إسما يعني بالرغم أنه هذه تحسب ضده وضده في المطلق لأنه كان تعهد وقال بأنها ستكون انتخابات رئاسية انتخابات حرة وسيضمن نزاهتها وسيضمن تنافس الحر فيها إلا أنه لم يضمن شيء وهذه واحدة من النقاط السوداء جدا للجنرال الزروال الذي كان يومها رئيسا للدولة والحقيقة كيف يضمن وهو الذي طرد في سبتمبر 1998 طرد بطريقة مباشرة يعني بعد أن شنت عليه الإعلام وحملة عنيفة جدا في صائفة 98 ترافقت مع مجازر ومع أحداث مؤلمة جدا هذا تاريخ يجب أن يروى بحق وبصدق حتى لا يزيف مرة أخرى التاريخ إذن في الليلة القبل انسحبوا الناس انسحبوا الستة وجرت مسخرة انتخابات الأغلبية لم تذهب من الناس بعد أن انسحبوا الستة وكان هناك يعني حضور ربما محدود 30% أو 35% على أفضل تقديرات وبوطفليقة فاز وحده لأنه كان يجري وحده كان موقف هؤلاء الستة كان موقف صحيح لأنه محبوش يخادعوا الشعب محبوش يروحوا إلى انتخابات ولا يديروا للديل ولا يديروا الترافيك ولا يدير كذا مع الجنيرالات قالوا الجنيرالات اختاروا صاحبهم ونحن لن نستطيع أن نشارك في المهزلة ولن نذهب ولن نخاذع شعبنا ومن الأفضل ننسحب واتفقوا والتقوا كلهم في ستة ونسحبوا في ستة وبوطفليقة هذا الانسحاب شكله عقدة كبيرة جدا من اليوم الأول لأن أمام العالم أن انتخابه كان مشكوك فيه وأن منافسيه انسحبوا وأن الناس كلها تعرفنا الجنيرالات هم الذين جابوه فكان شكله عقدة مع العقدة كلها اللي كانت لديه خاصة في الفترة اللي قضاها ما بين 79 و 99 اللي قضاها فيما يسمى ترافيرسيد ديزير ترافيرسيد تعلبعد عن السلطة وهو المولع بالسلطة وهو الذي جاء على دبابة جيش الحدود 62 جيش الحدود 62 جابت وإن كانت وضعت بن بلى رئيس للدولة ثم دبابة 65 جابت مرة أخرى وزيرا للخارجية ثم دبابة 99 جابت إلى الرئاسة وإشاء الله وإشاء القدر أن دبابة 2019 هي اللي تطح به بالرغم أن قائد الدبابة من أقرب مقربي هو من أكثر الناس إخلاصاً وولاءاً له جايد صالح لكن تحت ضربات الشعب الجزائري والثورة السلمية الشعب الجزائري اضطر جايد صالح أن يسمي السعيد ومن معه واللي كان هو جزء منهم أن يسميهم بالعصابة واضطر أن يطيح بهم بعد أن أراد السعيد الإطاحة به لأن عبدالز بودفليقة كما نعرف منذ ماي 2013 كان خارج أو 27 أبريل 2013 بعبارة دقل كان خارج تقطية تماماً كان لا يفهم ولا يعرف ما يدور حوله إلا في لحظات صح وهكذا من حل آخر ومع الأيام تدهورت صحته لماذا ذكرت بهذا وابديت به لأن الذين لا يعرفون التاريخ محكوم عليهم أن لا يقيموا المستقبل بطريق صحيح ومحكوم عليهم أن يخدعون مرة أخرى ومحكوم عليهم إذا لم نعرف التاريخ فسنخدع شوفوا إخواني أعطيكم مثال بسيط لو كانوا الأغلبية الغالبة من الجزائريين يعرفوا مثلاً مثلاً مثال واحد بركة أن خالد نزار لعينه الشادل بن جديد وزير للدفاع في أول حكومة جاءت أو في ثاني حكومة في حكومة حمروش في حكومة حمروش في سبتمبر 89 أكتوبر أو سبتمبر 89 لو كان الجزائريين آنذاك الأغلبية منهم مثلاً يعرفون أن خالد نزار كان صف ضابط ثم ضابط عند الفرنسيين حينما كان الجزائريين بالبارود يهزون أركان الإمبراطورية الفرنسية بأسلحة صيد بالسكاكين يهزون فرنسا وما أدراك ما فرنسا أنا ذاك مش الآن الآن ولا تتلاح شيء الآن هي دولة متوسطة يوم ذاك حينما كان العربي بن مهيدي وكريم بالقاسم وشعباني وشادلي وبوظياف والأسماء مئات الألاف من الأسماء من الأحرار سواء حملوا السلاح أو كانوا فدائيين وكانوا مسبالين وكانت أصناف متعددة من الذين حاربوا في الجزائري لو كانوا يعرفوا الحقيقة تعالى خالد نزار أنه كان يقاتل مع فرنسا هل يسمحوا له بش يولي وزير دفاع ومن ثم من بعد يقوم بانقلاب ومن ثم من بعد يقوم بذبح الجزائري ولديه تصريح فضحه معمر فراح أحد الاستعصاليين في الأسوار دالجيري قبل سنوات قال أنه حينما جمعنا خالد نزار في جونفي في جونفي 92 قال أنهم يتوقعون مقتل ستين ألف جزائري اللي يريد أن يبحث على هذا الموضوع يكتب معمر فراح خالد نزار مقتل ستين ألف جزائري يطلع له الموضوع كامل أنا شخصيا كنا وضعناه في الموقع انتاعي الشخصي محمدزيتوت.com وبالترجمة العربي والفرنسي طبعا هو يكتبوا الفرنسي يوم خالد نزار كان يتوقع ستين ألف طبعا العدد من بعد ضربه في أكثر من ثلاثة هل تعلمون أن خالد نزار لم يكن ضابط عند الجيش الفرنسي إلا ابتدام ستة وخمسين بمعنى أنه ستة وخمسين هو من منطقة شاوية في حين كان أحرار الشاوية ورجال الشاوية وزعماء الشاوية يحضرون للثورة ويبدأون الثورة ويتلقين الثورة ونحن نعرف أن قلب الثورة الجزائرية كانت الأوراس منطقة شاوية في هذاك الوقت كانت خالد نزار يتفرج على الثورة كما تفرجوا كثير ونضموا لهم بال لكن هو ما نضمش للثورة الجزائرية نضم إلى الجيش الفرنسي في ستة وخمسين وبقى فيه حتى الفمينة وخمسين نهاية ثمينة وخمسين هلو كان كنا نعرفوا التاريخ هذا كانوا أبان يعرفوا التاريخ هذا كانوا يسمحوا الخالد نزار أن يصبح وزير الدفاع ثم يرتكب كل المآسي والجرائم اللي أسسها بانقلاب الثنين وتسعين هوا لاش تاريخ مهم مرة الناس يقول لك رطحوا للتسعينات أنتم معايشين في القديم ما عايش قديم أنت كلك قديم كل واحد رأي سمع فيه الآن هو كل ماضي أنا الآن عندي قريب ستة وخمسين سنة أنا كل ماضي هذا كل السنين اللي فاتت ماضي اللحظة الوحيدة الحاضرة هي هذه اللي نتكلم فيها والمستقبل سيأتي ونحن لا نعرف مستقبل إذن الماضي هو الذي يصنع الحاضر وهو الذي يصنع المستقبل في الغالب يعني أو يرسم الخطوط الأساسية ولذلك التاريخ الجماعي مهم جدا للأمم والشعوب والأوطان حتى لا تنحرف وحتى لا يحكمها اللصوص والعصابات والقرصان والقتل بعد هذه الذكرة عشرين سنة حكم من أخبث ما شهدت الجزائر هو حكم بوتفليقة ثقافة الحمام البلاد كلها حولها إلى حمام وحمام في أسوأ معانيه في أسوأ تصوراته في أسوأ ما يمكن أن تتذكر بكل ألم وأسف أراد تدمير الشعب الجزائري تدمير أخلاقي اجتماعي نفسي فكري اقتصادي سياسي بوتفليقة والذين معه كانوا أبشع من جنانات 92 جنانات 92 أنا دائما نذكر بهذا قتلوا الجزائري كجسد استأصلوا الناس عذبوا قتلوا جرائم تشريد بوتفليقة قتل الأخلاق قتل العقل قتل الكرامة الشموخة الجزائري ظن أنه قتل ظن أنه قتل الحقيقة حاول وبذل كل شيء وساعدته جهات خارجية تعرفوا أن اليوم في الجزائر هذه المؤسسات المواصنية منتشرة بكثرة في الجزائر هذه المؤسسات المواصنية وغيرهم وأن أكثر المسؤولين جزائرين أعضاء فيهم وأن الهدف انتاحهم في نهاية المطاف هو التدمير الهوية الجزائرية تدمير الخلق الجزائري تدمير القيم الجزائرية التي تعود إلى ألف سنين وتعود ويضمها الإسلام بعمق المسؤولين جزائرين اليوم اللي حكموا في هذه العشرين سنة واللي رأهم ما زالوا حاكمين بطبيعة الحال أغلبية الغالبة إلا من رحمه ربك موجودين في أجهزة وفي منظمات عالمية كلها تهدف إلى أن تبقى الجزائر أسيرة كسيحة معطلة رديئة وتستمر لكن أرادوا شيء وأراد الله شيء آخر وتحرك الشعب الجزائري وهز أركان هذه العصابة عفوا إخواني أنا ما زلت مريض الحقيقة نضم حتى الهواء إلى الرقبة فأنا آسف جدا لكني راني أحرص على لقائي بكم حتى وأنا تعبان جدا يسعدني أن ألقاكم ستحملوني برك من هذا المرض إذن قلت أكثر المسؤولين الجزائريين اليوم يتواجدون في مراكز وفي أشياء يعني رامكالي عارفين هذه الأشياء بصحة قليلين من الجزائريين بكل أسف ثم زاد دخلت الإمارات ودخلت السعودية ودخلت فرنسا ودخلت على هذه الأشياء راح تبعيد راح تبعيد والكثيرين يعتقدون أن لدينا نظام وطني ولدينا مسؤولين وطنيين ولدينا 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 يا أسفاء كنت أعرف الحقيقة هلاش مرات أنا أشعر بالغضب وأشعر لأننا نعرف أشياء كثيرة ويعرفوها يا أخواني آخرين ما نقدروش جاء دائما نقولوها أولا أحيانا ما نقدروش نقولوها لأسباب أخلاقية نحترموا الناس ما نقدروش نقولوا أي كلام الناس يسمعونا ويتفرجوا لأننا نمتأكد للناس راي أسر تسمع وحتى لكم ما يكونوش أسر أستحي أنا بيني و بين نفسي نذكروش وش نعرف هذا واحد الأمر الثاني هو أن لا نريد أن يكون هناك انهيار للنفسية والمعنوية تعلق الشعب الجزائر لأن الهدف إحنا ليس أن يغضب الشعب الجزائر إلى درجة أن ينفجر عنفا وغضبا حينما يعرف بعض الحقائق راي ستكشف مع الأيام هون بدأوا يكشفوا بعضهم هكشتوهم وبعض الأحرام بدأوا يتكلموا في بعض القنوات أحيانا أضطر أن يقول لكم جزء من الحقيقة لماذا لأن الحقيقة كلها تكون صادمة كان كثير من النفوس راي لا تصدق أحيانا حينما تقولوا أن جنات الجزائر فتحوا الأرض كاملة الجزائر كلها لطائرات سياعية تتجسس علينا ما يصدقوش قل لك لا هذه مستحيل مع أن هذه خرجت في وثائق ويكيليكس يعني في الوثائق اللي اكشفها شخص وكالة ويكيليكس موقع ويكيليكس وكشف فيها الوثائق الأمريكية دارها جنيزية وأصحابه والجنات اللي معها كثير من الجزائرين ما يصدقوش أن الآن ثكنات جزائرية كان رسموا معهم مع الأمريكيين مع الفرنسيين أنهم لا يستطيعوا يستخدموا المثاكنات الجزائرية خاصة في الجنوب أن الطائرات الفرنسية لحد الآن كان جزائرين ما صدقوش ما أن الطائرات الفرنسية مرت عبر التراب الجزائري عبر الأجوال الجزائرية لكي تخصف فيه مالي كي النسي ما تصدقش من شدة الهول ما يحبش ما يقدرش يعرف كي ما صار عندك مثل ما ريعت صديق ولا قريب منك ولا ودار فاجعة كبرى كل يأتي واحد يقول لا ما تقول ليش أنا لا أصدق هذا الكلام هذه الحقيقة ستتكشف مع الأيام وتعرفوا بعض الوزراء وبعض السفراء وبعض الجنيرالات وبعض كبار المسؤولين شي فضيع 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 عليكم اللي نرجع للموضوع ما جرى اليوم أحب نعطيكم أبديت على السريع أهم ما جرى اليوم أهم ما جرى هو أن هناك أغلب الجامعات أو كثير من الجامعات حتى أكون دقيق قررت أنها ستذهب في إضراب عام من بين هذه الجامعات جامعة وهرام سطيف تيزيوزو بومردس باب الزوار جامعة المركزية كلية العلوم والاتصال وجامعات أخرى لأنها رهي البرح واليوم هذه النقاشات حتى قبل قليل كان ينتصروا بي بعض طلبة وسألوني ما رأي وكان رأيي أن الأفضل الذهاب إلى الإضراب العام نعم لأنه كان هناك رأي آخر يقول أنه طلبة يخرجوا كل يوم ثلاثاء ولكن ما يدرواش الإضراب أنا رأيي أنه لا بالعكس كلما كانت الضغط شديد في هذه الأيام قبل رمضان لأن العصابة هذه رأي حابة تربح الوقت بقي عشرين يوم على رمضان فحابين يربحوا الوقت يقول لك أن الناس جاء من رمضان ويدوخهم الصيام ومن بعد يدخل الصيف ونمروا المشاريع هي لن تمر لكنهم هم هكذا يفكروا يعني فكلما ضغطنا الآن بالطريقة السلمية حضرية بطبيعة الحال دائما نؤكد على ذلك كلما رهم في ورطة رهم في ورطة حقيقية لكن نحكي لكم أليها إذن كلما كانت الضغوط ضغوط مثلا على رؤسة البلدية أنهم يرفضوا الحديث على الانتخابات الضغوط اللي رمي يقوموا ببعض القضاءات الأحراض ما فيش ما فيش انتخابات الآن رمي يقولوا نحن نجيبوا لويسي والموثقين الموثقين منقفهم أعتقد أنه أقوى حتى من القضاءات هذه الضغوط على الوزراء أنت العصابة هذه تأل حكومة اللي يسموها حكومة هم زادوا كم لليوم مجموعة من الوزراء ما قدروش ولو حتى هذو كتاعة بشار داروا هكالك داروا في الفجر وهربوا إذن كلما زاد الضغوط كلما وجدت العصابة نفسها في زاوية محشورة وكلما تصارعت فيما بينها أكثر على الطريقة والخط اللي تنتهجوها إذن إخواني الطالباء أنتم مقدوركم خرجين في مظاهرات عارمة على مستوى كل تراب الوطني أصيكم أفتح قوس هنا وأصيكم مرة أخرى مهما كانت الاستفزازات تعاملوا بسلمية مهما كانت الاستفزازات العصابة عرفوا دائما الجيش جيشنا والشرطة والدرك إخواتنا سلمية سلمية يعني سلمية اليوم وغدا سلمية يعني سلمية إلى الأبد بإذن الله قلتها ونعودها حينما يكون الغازي خارجي فإن كل الطرق لمواجهته وعلى رأسها البارود حينما يكون المجرم داخلي من أبناء الوطن كل الوسائل مسموح بها إلا البارود إلا البارود لأنه اللعبة المفضلة لهم الأكسيجين لهم كالجيفة للحشرات وللذباب ما تنسوش إخواني الطلبة غدا من بين شعاراتكم عار عليكم المس بكرامة الجزائريات عار عليكم ما فعلتم البرح في براقي وشعارات ضد القيد صالح وضد جنيرالاته إذا ما اسمعش القيد صالح فإن الشعارات ستتعاظم ضده وستكبر ضده وستكون أقوى فأقوى ضده إذن ما فيهاش ما فيهاش نقاش قيد صالح تسمى للشعب وإلا أنت أيضا تدفع ثمن وتدفع ثمن غالي يعني مش للأسف اليوتيوب أيضا فيه مشكلة هاني نعاود هاني نعاود نطلعوا باش يتكملوا معالى الناس يرام يتفرجوا قلت كل ما ما طال القيد صالح هو الجنات اللي معاه كل ما أرادوا أن يربحوا الوقت ويضيعوا الوقت في الحقيقة وقت وطن كامل كل ما رفعت شعارات ضدهم وغدا سترفع شعارات ضدهم وضد القيد صالح وضد رئيس البوليس هذا بوهدبة كنا نظنوا فيه خير وضد رئيس الدرك بالقسير وضد كل المسؤولين الأمنيين ضد كل المسؤولين الأمنيين سترفع شعارات وسيواجه بهم الشعب الجزائري لأن باختصار بسيط هذا وطن يجب أن لعب بها وعليهم أن يفهموا أن الشعب قرر أن يسترجع إرادته وكرامته وشموخه ولن يعود إلى البيت بدونهما بسرعة على ذكر على ذكر العار اللي داروه البارح زادت خرجت هذه الدجيسين هذه راح تولي مهزلة كونية صراحة زادت طلعوا بيان لول بارح طلعوا بيان قالوا بلي مش هما اللي يرموا لقريموجين وما كاش كاي لقريموجين إلى آخره بينما العالم أجمع شاهد ذلك وعشرات مئات الفيديوهات والناس والشهادات إلى آخره اليوم زادت طلعوا بيان قال لك قال لك قال لك يا سيدي وجاء في بيان المصالح تنفي مصالح أمن ولاية الجزار نفيا قاطعا للدعاة التي تضمنها تسجيل فيديو متداول عبر صفحات تواصل اجتماعي مفاده تعرض أربع مواطنات السبت بعد توقيفهم خلال تجمع مستوى بريد المركزي ويضيف أنه تم تحويلهم إلى إحدى مقارات الأمن الوطني ببراقي لإجراء أمني وقائي والمتمثل في التلمس الجسدي هو هو يعترفه يعني جاءوا باش ينفوا ارتكبوا كارثة المتمثل في التلمس الجسدي للمعنيين بإشراف شرطية برطبة ملازم أول بالنسبة للمواطنات الأربعة وهذا الإجراء الشرطي التحفظي يهدف إلى تجريد الشخص من أي مواد أو أدوات قد يستعملها ضد نفسه أو ضد غيره ليتم إخلاء سبيل الجميع فيما بعد في ظروف عادية مدام إخلاء سبيلهم مدام كنتوا راح ينتخلوا سبيلهم هلاش تفتشوه طيب فتشتهم هناك تعترف وتقول والمتمثل في التلمس الجسدي يا سفهاء لا يقال تلمس الجسدي لأن تلمس الجسدي جريمة تلمس الجسدي بين الأزواج فقط يقال التفتيش يقال التفتيش الجسدي ثم لماذا لازم تفتيش جسدي يديروا باب كما ذو تعليق يدخل المطار آلة تقول لك لا رفد حديدة أو لا رفد كبوسة طبعا في زعمكم يعني وخلاص وإذا سونات وإذا أعطاك الإشارة باللراعة عنده حديدة والله عنده حاجة مش مقبولة لذلك الوقت تدير التفتيش الجسدي مش تلمس الجسدي يسوفها لأن تلمس الجسدي يبقى جريمة دائما في كافة الأحوال ولا يحق ولا يسمح به لأحد خارج الأزواج مرة أخرى يكذبون كما يتنفسون ويقولون ما لا يفعلون ويفعلون ويكذبون وهكذا تمر أيام الجزائر في حكم عصابات على قول جنرالهم الكبير فيه لقطتين أو ثلاثة باش منطولش عليكم كثير إخواني تم منع اليوم الأخ بوشاشي مصطفى بوشاشي من المحاضرة في البوليدة واللي منعون قال لك حرص الجامعة ولماذا حرص الجامعة تمنعون الرجل خاصة وأنه جاء بموافقة وبيطلب من الطلبة الجامعة وكيف يحق لك يا من عطيتهم الأوامر وبالتأكيد الريكتور تعلق البليدة كل هذو الريكتور وهذو اللي رميت نطعه الآن إخواننا يكون عندكم قوائم عليهم هذو اللي من 22 فبراير بشكل خاص بعدما انتفض الشعب وبدأوا هوماراهم ولاوا كليروائلس كليرواء ولاوا زايدو ملاكيين أكثر من الملك هذو كلهم إن شاء الله الشعب نهار اللي نهار اللي يتمكن من الحكم رح يدفحهم ثمن وثمن حقيقي منع الجزائريين من دخول أي مكان هو جريمة إلا بحق وبنص قانون المفروض راجل مناظل وفي الشارع وصاحب رأي لماذا يمنع خلوه ما زلنا في المنع ما شفتوش قاعد الملايين ما زلت تمنعهم كان فيه اعتقالات أيضا في بريد المركزي و على ذكر البريد المركزي رحوا لحاجة أخرى البنك المركزي صرح الوكال هذا اللي هو الوزير وشن هجوم عنيف على أويحيا في قضية طباعة الأوراق وقال بأنه هو كان ضد طباعة الأوراق النقدية لأنه ضرب الاقتصاد وضرب المواطنين صح النوم كي كنا نقول لكم فيها وملأنا الدنيا سراخا أنا وغيري كنت تقولون العكس وانت شخصيا كان ينقل عنك العكس أما الآن فإنك تتهم أويحيا طبعا أويحيا مجريم ونحن نعرف أنه حينما قام ذلك جريمة وجرائم أويحيا بلا حدود ولا ليس لها ليس لها نهاية لكن بما أنك كنت ضد كما قلت ألم يكن من الأجدر ومن الأشرف لو كنت صح موظف شريف أن تستقيل وتعلن الجزائرين بأن هذا أنا أستقيل هذا ضد إراتي طبعا ما استقلتش لماذا؟ لأنك تحوس على منصب أعلى وهو الدليل ما أعطوك وزير ما قلته صحيح ولكنك كاذب أنت ومخادع ومخادع ولا شرف لك لأن الموظف الشريف حينما يعترض على حاجة والمسؤول يفرض عليه مسؤوله الأعلى فإن الأشرف له أن ينسحب خاصة إذا كانت القضية تعني وطن وشعب بيكمله النقطة الأخرى قال لك وزارة الداخلية تخفي أسماء المرشحين للرئاسية يا مرحبا على هذه المرشح رئاسية كيف سرح تتم مرعوبين مرعوبين كيف يجدروا انتخابات إلا تخفي الأسماء على المرشحين كيف يجدروا حملة انتخابية حي الله حرار بجاية قلت لكم البارح بلديات أخرى ستلتحق والتحقت في بجاية وهناك ولاية أخرى تلتحق الآن أيضا لن تتم هذه الانتخابات ولن تدوم هذه الحكومة أعيدكم بذلك قبل رمضان ستسقط سيسقط بن صالح وسيسقط بده وسيسقط بالعيز وسيسقط بشارب وغيرهم قبل رمضان وإذا لزم الأمر سيسقط قاية صالح واجنيرالاته أيضا مجهزي لكم حاجات أخرى كلها تسعيدية دائما بالطريقة السلمية إذا لزم الأمر سيحاصر الشعب الموانئ والمطارات كل الموانئ والمطارات وعصيان مدني شامل وإضراب شامل إذا لزم الأمر لا نريد أن نذهب إلى ذلك ونتمنى لا نذهب إلى ذلك ونتمنى على العقلاء داخل الجيش داخل الكبار الجنيرالات أن يتكلموا مع قاية صالح ويفهموه من أن الطريق اللي رح ماشي فيه طريق خاطئ وطريق مظلم وطريق قد يفتح على البلاد الجحيم فرجاء يا جنيرالات البلاد ما تكونواش أنتم السبب وما تخلوش قاية صالح إذا هو عماء فما تخلوش شخص يؤدي البلاد إلى الهلاك مهما كان هذا الشخص مهما كانت قيمته أو منصبه أو مكانته خاوتي اللي هم يقولوا يرد على بعض الذباب وعلى بعض السفهاء شوفوا نرى شعارنا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة حتى قبل قليل كان الآدمين يكثر خيره وضع تعليق هكذا على واحد السفيه يبدو نتكلم البارح ومع ذلك نقول لكم حاجة وتلبية لرغبتكم استثناء في اليومين وثلاثة القادمة بنرد أن نلقى وقت نعملكم لايف ونرد فيه على كل أكاذيبهم واخداعهم اللي يتملأ الأنترنت كلها أنا قلت للوحد الأخ روح أجمع كل ما يقولون وبعثوا لي ولرى واحد منكم عنده شوية وقت يجمع كل سفهاتهم كل أكاذيبهم ويبعثوا لي في نص ساعة راح ينكسر كل كلامهم وبالحقائق وبالأدلة لأن الشرفاء لا يخنون ولو كنت كانت عندي شعر وحدة في أخلاقي أو في سلوكي أو في تاريخي لما استطعت أن أستمر 24 سنة في معركة مع عصابة على قول جنرالهم ومع خبثاء سفهاء لا يتوانون عن شيء ومستعدين أن يفعلوا أي شيء صمدنا وثبتنا وثبتنا عند الله عز وجل وبإذن الله سنصمد ونثبت ومعنا الشعب حتى ترحل العصابة كل العصابة بإذن الله حياكم الله يا إخوان يعني ما كنتم سواعي ورحمة الله وبركاته